استنفت حركة عبور شاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد انتهي عطلة السبت الإسبوعية في إسرائيل هذا وقد عبرت نحو سبعين شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم ونحو ثمان عربات وقود من سولار وغاز للأشقاء في قطاع غزة المزيد من التفاصيل يطلعن عليها الزميل باسم أبو العنين مرسل التلفزيون المصري تحياتي إليكم من مدينة رفح من محافظة شمال سيناء من عند المعبر البرية الرابط بين مصر وفلسطين عبر قطاع غزة لدينا اليوم الأحد هو عودة العمل في معبر كرم أبو سالم وذلك بعد انتهى العطلة الإسبوعية التي تكون كل يوم سبت هناك في إسرائيل ويتوقف على إثرها العمل في هذا المعبر وبالتالي تتوقف حركة الشاحنات ولكن حركة الشاحنات عدت اليوم حيث تم إحصاء سبعين شاحنة عبرت إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم ولكن وفق الإحصاءات أيضا عاد نحو 31 شاحنة حتى ساعتنا هذه بحمولتها الغذائية من المساعدات كما هي وطبعا من دون إبداء أي أسباب وعدت تسع شاحنات قد أفرغت حمولتها هناك في معبر كرم أبو سالم ومن ثم تتوجه إلى قطاع غزة وبخصوص الحمولات التي تحمل الوقود فقد مرت ثمان شاحنات أربع منها محملة بالغاز وأربع منها محملة بالسلرة وعلى الصعيد الصحي انتهت اليوم المرحلة الثانية من حملة تطعيم الأطفال دون العاشرة لمرض شلل الأطفال في قطاع غزة والتي استهدفت نحو 340 ألف طفل فلسطينية فيما يتم بدء أو من المتوقع أن يتم البدء في المرحلة الثالثة من الغد الاثنين وتستمر حتى يوم 11 من سبتمبر الجاري مستهدفة بذلك نحو 150 ألفا من الأطفال الفلسطينيين دون سن العاشرة من أمام معبر رفح بسم أبو العنين تلفزيون المصري